اشتركوا في القناة وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول يعني أنا أتك إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني فعنده المعلومة لكن لا يقول أحيانا احتراما لمن هو أكبر منه وإذا جيت إلى قضية حقوق أهل الخبرة وأهل المكانة الاجتماعية وجهاء الناس طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يعني ما أمر أن ننزل الناس منازلهم ما قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود رواءه ذوود وحديثهم صحيح وما معنى أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم يعني اعفوا عن أصحاب المرؤات والخصال الحميدة وجوه الناس إذا صار لهم زلة سامحوهم إلا ما يجب حدا هذا حدا الله ما يمكن تلعب فيه فممكن يعني التجاوز ليس التجاوز عن مجرم يفسد في الأمة وفي أعراض الناس ويقول يقال لو تعال أنت من قبيلة معروفة يلا عفونا عنك وروج مخدرات منك لا هو نسب عفونا لا لكن زلة زلة وهو من أشراف الناس قد يكون في قبيلته وجيها في جماعته في أهله من أعيان الناس صاحب خبرة صاحب علم يعني يراعى لا يقصر بالرجل العالي عن درجته ولا ينزل إلا في منزلته كان الراعي والرعية في هذه الأمة الحقوق بينهم متبادلة فمثلا السلطان يطاع في طاعة الله اثنين تبذل له النصيحة سرا وعلنا ثلاثة يعرف له حقه أربعة يحذر من نفسه ومن عدوه وبعد ذلك إعلامه بسيرة عماله وإعانته على الأعباء ورد القلوب النافرة عنه والذبعا وبالقول والفعل فترى الراعي يرعى حق الرعية فحفظ الدين ودفع المفسدين وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود والتعزيرات وتحصين الثغور وتنظيم موارد بيت المال ومراجعة العلماء ورعاية مصالح المسلمين العامة والإصلاح بين الرعية ورعاية أهل الذمة ودعوة غير المسلمين للإسلام والقيام بالجهاد في سبيل الله وجباية الفيء والصدقات ومحاسبة العمال وإكرام وجوه الناس وإذا جئنا إلى الضيف طبعا هذه قضية الراعي والرعية إذا حصل قيام بالحقوق هذا راضي وهذا راضي فلا هذا مظلوم ولا هذا ظالم لأن الحقوق مبذولة من الطرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر